شهد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب عملية توزيع الوحدات السكانية على بعض المنتفعين من مشروع مدينة سلمان الإسكاني إلى جانب ذلك نظمت وزارة الإسكان صباح اليوم حفلة تسليم شهادات الاستحقاق على المواطنين المستفدين من مشروعي مدينة شرق سترة ومدينة خليفة وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألف وحدة سكنية على المستحقين قبل نهاية الشهر الجاري اليوم فرحة كبيرة توزيع البيوت على المواطنين وهذا شيء طيب وهذا اللي دائما توجه جات الملك وسموه رئيس وزراء ولي العهد تصب في نفس المصب راحة المواطن وبيت العمور وبيت المستقبل نشكر سيدي ولي العهد كما نشكر أيضا وزارة الإسكان وعلى رأسها سعادة الوزير باصم بن يعقوب الحمر على العمل الدؤوب والجهد المبارك لإنشاء هذه البيوت وتوزيعها على المواطنين مدينة جديدة فيها كل مقاومات المدينة الحديثة نتمنى أن جميع المستفيدين يعني يرتاحون في هذه المنطقة ونحن نعمل جاهدين أن جميع المستحقين للوحدات السكنية يحصلون خاصة لأصحاب الطرابات القديمة شفت المواطنين في وزارة الإسكان حاولت أني أنا أسأل منهم لقيت فعلا أريحيتهم تامة على مشروع سترة الجديد اللي طبعا شيء من نوع متميز مثل ما حصلوا على الأخوان في مدينة الشمالية اليوم مدينة جميلة موجودة راح تكون في شرق سترة أعتقد راح تلاقي عمل جميل جدا من حكومة مملكة البحرين تلك هي بعض الانطباعات التي جاءت على لسان من حضر من أعضاء السلطة التشريعية ممن عظموا الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان باعتبارها ركنا هاما من أركان السلطة التنفيذية تتولى مهمة تنفيذ التزاماتها تجاه الملف الإسكاني وتسجيل الإنجازات المتتالية بين سطوره فهي من تعمل بشكل مكثف وبعمل متواصل من أجل تلبية حاجات المواطنين وإمضاء طلباتهم بشكل كبير والمتعلقة بلحظة الحصول على وحدة سكنية عصرية المواصفات متكاملة الخدمات ليلي ذلك رأي أفصى عنه منتفع من وحدة من الوحدات السكنية التي تضمها مدينة سلمان الإسكانية والذي أبدى ارتياحه من إجراءات توزيع التي تتبعها وزارة الإسكان التي عمدت بدورها إلى إشعاره بالحضور لموقع وحدته بشكل مسبق لتسليمه وثائق الملكية والخرائط الهندسية وجميع المستندات الخاصة بوحدته السكنية ليتم بعدها شرح أبرز الإرشادات القانونية والفنية المدرجة في العقد الإسكاني وصولا إلى لحظة السعادة الغامرة التي بدأت فور حصوله على مفاتيح وحدته السكنية حاله كحال باقي المستفيدين من المشاريع الإسكانية على اختلاف تواجدها في المملكة وكانت وزارة الإسكاني قد ضمت صباح اليوم حفلة تسليم شهادات الاستحقاق على المواطنين المستفيدين من مشروعي مدينة شرق سترة ومدينة خليفة الأمر الذي ساهم في إنجاحه وتسريعه نخبة من موظفي الوزارة المؤهلين الذين تعاملوا مع المنتفعين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة ومن بعد ذلك الشروع في توثيق وإثبات البيانات وإصدار شهادة التخصيص للمستحقين خلال دقائق معدودة